موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين أجواء معتدلة وريع شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين العشرة إلى 28 كيلومتر في الساعة وإيضاً أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى المسجلة لهذا اليوم تفاوتت ما بين 30 وكانت في محطة الأحمدي وأعلاها في محطة الجهرة سجلت 36 درجة مئوية تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت أجواء معتدلة وريع غربية سرعتها 5 كيلومتر في ساعة درجة الحرارة الحالية 29 درجة مئوية الرطوبة النسبية متدنية 24% أما الرؤية الأفقية تزيد عن 12 كيل وصور الأغمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب وأيضاً تتأثر لدولة الكويت ومتداد مرتفع جوي مأثر علينا ولكن نتوقع تقدم المنخفض الجوي خلال اليام المقبلة والتكاثر والسحب تدريجياً وفرصة لأمطار متفرقة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله ليلة أجوانة معتدة واستمرار لريع الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه تكون خفيفة لمعتدة السرعة بشكل عام ما بين العشرة إلى 30 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 24 درجة مئوية نلاحظ انخفاض ملحوظ في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت السالم وشقاية قد تصل إلى 19 درجة مئوية في مساء الغد أجوانة تميلة للحرارة واستمرار لريع الشمالية الغربية إلى شمالية خفيفة لمعتدلت السرعة استراوع سرعتها بشكل عام ما بين العشرة إلى 30 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة العظمى متوقع في مساء الغد مدينة الكويت 34 درجة مئوية جزرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيلتشة ما بين 28 إلى 34 درجة مئوية الأجوال البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة جيدة لمارسة أي نشاط بحري وحالة البحر خفيفة لمعتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 3 تقدام مواقعية بدن الله على حسب توقيت المحل مدينة الكويت موعدنا الفجر في الساعة الرابعة و 35 دقيقة موعد شروق الشم في الساعة الخامسة و 55 دقيقة أما غروب الشم في الساعة الخامسة و 9 دقائق التغصي المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 يام القادمة إن شاء الله نتوقع استمرار الريع الشمالية الغربية أجواء تميل إلى الحرارة خلال فترة النهار ولكن ستكون معتدلة وجميلة خلال فترات الليل المتأخرة مع استمرار الريع الشمالية الغربية خفيفة لمعتدلة السرعة تستراش سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 34 درجة مئوية بالنسبة للصغراء ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية ولكن ابتداء من يوم الثلاثة نتوقع تحول الريع إلى متقلبة الاتجاه إلى الجنوبية الشرقية رياح الكويت وتكاثر السحب تدريجيا وأيضا فرصة لأمطار متفرقة إن شاء الله مع عطلة بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس الفرص موجودة رشات خفيفة على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى أعزاء المشاهدين كما لاحظ قد تصل إلى 33 درجة مئوية العظمى مع تقدم المخفض واكتمال العناصر فرص لأمطار موجودة إن شاء الله مع بداية عطلة نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله على بعض المناطق والصغراء المتوقعة ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية وقد تقل عن ذلك في المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت أعزاء المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرطنا الجوية شكرا على العزيز المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم ترجمة نانسي قنقر